السلامة للناس كديرين لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو كل أمل لكل سيدة راغبة في الحمل والإنجاب كل سيدة كتفقد الأمل وكتقول بأن الحلم ديالها مستحيل فمن هذا المنبر ومن هذا الفيديو كان بغي نقول لك لا شيء مستحيل إن الله على كل شيء قدير بطبيعة الحال ديما ديروا اليقين ديالكم في الله ديما الأشياء الجميلة ستأتي ولو بعد حين بطبيعة الحال وصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش نزيدوا نفيدوا جميع المحرومات من الدرية الصالحة إن شاء الله بنصائح ممكن تكون حصريا في هذه القناة وتكون صدقة جارية إن شاء الله لكل محرومة علاش لو تستفد من إحدى الوصفات اللي كنقدم لكم بطبيعة الحال التجربة دياليوم تجربة فريدة من نوعها سيدة في عمر متأخر أنجبت بعض يعني معاناة من صعوبة الحمل من طبيب لطبيب كالمشوار ديالها طويل جدا للعطور على الحمل بسرعة يعني بطبيعة الحال خصوصا أنها تزوجت في سن متأخر بدأت يعني كتأخر لها الدورة ما كتجيهاش كل شهر كتجيها كل أربعة أشهر كل ثلاثة أشهر وكتقول بأن الأمر عادي يعني هذا الأمر هذا رهما شي عادي السيدات اللي كيتأخر عندهم الدورة وما كتجيهمش بالأشهر يحاولوا ضروري يمشيوا للطبيب ديالهم باش يعرفوا شنا هو المشكل لربما يكون سبب هرموني ويتعالج إن شاء الله ويتم عندكم الحمل بسرعة إذن متهم ليش هذه الأمور هذه اللي كتجيك بسيطة وهي في الواقع ممكن تكون يعني مشكلة كتأخر لك بإنجاب السنوات الأولى من الزواج ما كانتش كتفكر أنها تمشي للطبيب من بعد ما تأخر الحمل ديالها وعرفت بأنها في سن متأخر بدأت الرحلة ديالها في البحث عن الحمل مشات عند عدة أطباء وكيقولوا لها شنو كتتوقعي أنك تكون يعني حامل في هذا السن هذا كيزيدوا يحبطوها كيزيدوا يحبطوها المعنويات ديالها والطيقة ديالها في النفس ديالها باش أنها يحصل للحمل فغيرت الأطباء بطبيعة الحال حتى أنها وجدت واحد الطبيب اللي وتقات فيه واللي ارتحت له واللي تبع معها المسيرة ديالها خذت أدوية للتنشيط اقترحها لها الطبيب بنظرة للسن ديالها المتأخر وبالفعل تم الحمل مع هد الأدوية المنشطة يعني كان حمل بتوأم ما شاء الله ولكن ما استمرش الحمل ديالها سرعان ما تعرضت للإجهاد وفقدت الحمل ديالها أو فقدت التوأم اللي كانت حاملة بهم بمساعدة الأدوية التنشيطية بطبيعة الحال هد الأدوية هذه ضروري تكون تحت الاستشارة الطبية باش ما يكونش هناك خطأ من بعد يعني ما حست بوحد الإحباط وأنها فقدت هد الحلم ديالها اللي هو حلم كبير كتنتظره كل سيدة متزوجة يعني من اللي كتفقد هد الحمل هدفة كيبقى له إحباط كيبقى التوتر وكذلك القلق من أن الحمل اللي من بعدوتها هو يكون نفس المشكل فهنا يعني قررت أنها ما تبقاش مشي عند الطبيب حولت أنها تدير وصفات طبيعية وصفات لمجربة من السيدات وتشبتت بالحلم ديالها وهد شي ديما اللي كان قول لكم كين سيدات في سن صغيرة جدا وفقد الأمل يعني كيقولوا بأن الوصفة إلما نجحت في واحد الوقت سرعا ما غديش تزيد تنجح فاللي كان بغير قول لك بأنه ماشي ضروري تستعملي الوصفة من أول استعمال وتنجح معك ممكن من الاستعمال الثاني ممكن من الاستعمال الثالث يعني ديما بقايك تديري الأسباب ديما تشبتي بالحلم ديما تشبتي بالأمل وأكيد أنها غتنجح في واحد الوقت بالنسبة لمكونات الوصفة نصف ملعقة من الكمون نصف ملعقة وكذلك نصف ملعقة من الزنجبيل أو سكنجبير نصف ملعقة كذلك من حب الرشاد المطحون أو العبارة عن مصحوق إذن سأعيد الوصفة بطبيعة الحال مكونات الوصفة سهلة بسيطة وهي نصف ملعقة من الكمون نصف ملعقة من الحب السوداء نصف ملعقة كذلك من الزنجبيل أو سكنجبير وكذلك نصف ملعقة من حب الرشاد هذه المكونات تحتاج معهم خمس تمرات خمس تمرات تحيد لها النواة منزوعة النواة بطبيعة الحال وستملئ بها هذا التمر تستخدم المكونات التي أعطيتك في الفيديو وستملئ بهم خمس حبات من التمر بطبيعة الحال ممكن تستخدمها بطريقتين هذه الوصفة عندها طريقتين للاستخدام طريقة الأولى مع التمر والطريقة الثانية مع العسل بطبيعة الحال الأوقات دي الاستخدام قبل العلاقة بأربع ساعات بطبيعة الحال قبل أيام الإبادة مباشرة بعد الانتهاء من الدورة بدأي فيها الوصفة ديالك ابتداء من اليوم العاشر وانتك تنولي فيها الوصفة يوميا مدة أربعة أيام متتالية من اليك توصل الوقت للإبادة كتحبسي الوصفة لأنه بطبيعة الحال ممكن أنها ما تنجحش معك بعد الإبادة حاولي أنك تخضي الوصفات ديالك مباشرة قبل أيام الإبادة باش توجد البويضة وتشجعها أنها تخرج كبيرة الحجم وبالتالي أنها تلقح بسرعة بالنسبة للطريقة الثانية مع العسل الطبيعي ممكن أنك تحضر بها واحد الكوريات هذك الكوريات يعني كتناوليهم مباشرة بطبيعة الحال حاولي أنك تحضر كل يوم الوصفة في نفس الأوقات اللي اعتدتك واللي هي من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية باش تحضر البويضة وإن شاء الله يخرجوا أكثر من بويضة لأن هذه الوصفة هذه قوية قوية بزاف إن شاء الله استعملي معها كذلك زيت الزيتون على شكل تدليك للبطن باش نشط المبايض ديالك باش يخرجوا أكثر من بويضات لتلقيح بطبيعة الحال هذه الوصفة هذه مجربة جربها العديد من السيدات وكذلك يعني هذه السيدة هذه ما شاء الله كان عندها الحمل وهي في سن متأخر فما بالك سيدة بقى عندها الإبادة بشكل طبيعي غادي تنشط لها البويضات غادي تكبرهم لها في الحجم وكذلك ممكن أنها يتسبب لها في الحمل بتوأم بطبيعة الحال ديما ما تغفلش على النصائح اللي ديما كنقولك في القناة اللي هي الأكل الصحي ممارسة الرياضة الابتعاد عن كل ما هو دهون سكريات نشوية سريعة الكربوهيدرات كذلك يعني لقللتي من الأكل غير صحي واعتمتي على نظام غدائي صحي ممكن ينجحوا معك جميع الوصفات إن شاء الله ويتم عندك الحمل في أقرب وقت ممكن بالإضافة لهذه الوصفتين ممكن السيدة تناول من أول يوم للدورة إلى اليوم العاشر مشروب أو كوب من الميرامية الميرامية أو السالمية مشروب رائع جدا اللي تنشيط التبويض بشكل طبيعي خصوصا للسيدات اللي تجاوز الأعمار ديانهم أربعين سنة فما فوق فغادي تنشط لهم المبايض بشكل طبيعي إن شاء الله وبشكل سريع وجميع السيدات اللي عندهم ضعف الإبادة غادي تخلصوا منها بهذا المشروب هذا القوي إن شاء الله بطبيعة الحال ديما في الدعاء ديالك كتري من قول ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين لأن هذا الدعاء هذا مهم بزاف السيدات اللي في سن متأخر يحاولوا أنهم يزوروا الطبيب ديالهم يعني كان عندهم واحد دورة كتمشي وكتجي ممكن أنهم يستغلوا هاد الوصفات هادو ولكن عندهم واحد المخزون ضعيف من البويضات فيحاولوا أنهم يلتاجوا لعدة علاجات موصوفة من عند الطبيب لأنه هو اللي غادي يقول لك بالطبط الحالة ديالك بالنسبة للسيدات اللي ما عندهم مش مشكل صحي واللي عندهم فقط ضعف في الإبادة فأكيد هاد الوصفات اللي كنقدم لكم غادي يناسبوكم وغادي يكبرو لكم من حجم البويضات لأنه فعلا كلها وصفات لتنشيط التبويد بشكل طبيعي بطبيعة الحال ما تستهنيش بأي أمر كيمر بك يعني طيلة الشهر راقبي الجسم ديالك راقبي الأعراض اللي كتكون عندك في الدورة الشهرية من ألم من إفرازات من كذلك تغيرات في لون الدورة يعني كل هاد الأمور هدي حاولي أنك توصيها لطبيب ديالك باش يعتك العلاج المناسب كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنين الإعجاب ديالكم إلا عجبكم طبيعة الحال هاد الفيديو ما تنسونيش من لايكات ديالكم وصلوا الفيديو الأكبر عدد من لايكات يلقتي وأنه غادي نسب جميع السيدات اللي عندهم تأخر في الإنجاب باش تكونوا ساهمتوا في نشر هاد الفيديو وتكون صدقة جارية لي وليكم إن شاء الله كنبغيكم بزاف وكنتمنى لكم درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع إن شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة